في خطوة نادرة عاد رئيس أمريكي سابق إلى الساحة السياسية ووجه انتقادات لخلافه في البيت الأبيض واتهمه بالتقارب مع روسيا ورئيس سابق للكيجيبي كانت هذه إحدى الانتقادات في السياسة الخارجية لكن أوباما كان أشد انتقادا من الرئيس الحالي دونالد ترامب في الشؤون الداخلية واعتبر أنه يسيء استعمال السلطة عندما يطلب من وزير العدل الأمريكي ملاحقة منفسيه السياسيين أو يثير النعارات العرقية كمواطن وليس كرئيس سابق كمواطن أقول لكم اذهبوا وصوتوا لأن الديمقراطية تتعلق بالتصويت تأتي عودة أوباما قبل شهرين من الانتخابات النصفية وهو يريد أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس الأمريكي ترامب يريد العكس تماما وذهب إلى مونتانا ونورث داكوتا ليدعم مرشحين جمهوريين ضد أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ تضعون كيفين كرايمر في المقعد سترون أشياء تتحقق لا تقوم بها هايدي أبدا بدون كونغرس جمهوري سيكون من الصعب على ترامب متابعة إنجازاته وهو وضع لائحة طويلة منها لعرضها على المؤيدين في خطابه الانتخابي وقال لهم إن إنجازاته تثير الاهتمام مقارنة بخطاب أوباما الذي يسبب الضجر ترجمة نانسي قنقر